طيب وش أكثر طبخة يطلبونها متابعينك منك لما يجيك الطلبات هامور مشتقات الهامور شوي قلي مدر محشي بالفرن محشي دفتر كبسة أي هامور يعني أنت أنواع أكثر شيء الهامور الورقة الرابحة حقتك أي حلو طيب وش أصعب طبخة شعبية برأيك شوف في طبخة شعبية مو بصعبة بسيطة باستخذ وقت طويل ممكن 12 ساعة اللي يعني تنام وتقوم تنام وتقوم وهي لسه تنطبخ اللي هي الهريسة 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 هذي تنقع على 6 ساعات ثم تطبخها 12 ساعة إلى 8 ساعة على نار هادي على نار هادي تدخلها الفرن في البداية أول شيء في البداية على نار عالية تحط اللحم أو تحط الدجاج عرفت بعدين تحط للحبة الهريس وتخلي لما يقلب قلبه قلبتين تشوف الحبة الهريسة نشفت نقطصها بالقرص ونودعها الله بالفرن حلو يعني ها بس شيء مو تتعبة هذي وقتها تضيع عليك ووقت تعوذ بالله هذا الهريسة الحساوي أي هريسة الحساوي الأراضي وفيه دجاج فيه فيه لثلاثة لحم لحالة دجاج لحالة أو مكس لحم ودجاج هذي نحب حلنا نسوي حلو طيب كيفك بالمقلوبة أوه مثلا حاشي ما فكرت تبتكر شيء بالحال الحاشي معروف عندي حطنا عصرحة أو كبسة حاشي ما فكرت في يوم كتسوي شيء تطلع فيه غير تقليدي حاشي محشي بال هنا هذا اللي طلعت فيه هنا هذا من شغلي و الكثير عندي زبايني أخي طارق يطلبون مني الشغلة هذه شوف أتبق بقسمي حبيبه مول جدا